أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصفحة الحادي عشر هذا هو الأسبوع الحادي عشر في هذا الفيديو سنصلت الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الحادي عشر بدايةً لابد أن نستذكر نص القراءة وهو من الخطب الملكية دعونا نستذكره سيكون أيضاً هناك عزيز الطالب النشاط الموجود أسفل القصيدة عد إلى كتاب إلى ولدي لأحمد أمين واكتب جملة من النصائح التي كتبها إلى ولده وصممها على شكل مطوية وانشرها أو عد إلى أحد دواوين شعراء المهجر واختر قصيدة من القصائد التي عبر فيها الشعراء عن ذكرياتهم في الوطن وقرأها على زملائك إذن سيكون لديك عزيز الطالب خيارين الأول أن تأخذ من كتاب إلى ولدي لأحمد أمين بعض النصائح التي كتبها إلى ولده والثانية أن تختار قصيدة في الوطن لأحد شعراء المهجر بداية أريد أن أنوه أن موضوع هذا الأسبوع هو قصيدة وطن النجوم للشاعر إليا أبو ماضي هذه القصيدة هي ملك لكل مغترب يحن لوطنه لكل من يحن لأريج زهر وطنه وتربة وطنه لكل من يستحضر ذكريات جميلة في أحضان وطنه وما زاد القصيدة قوة وجمالا أن الشاعر لم يسمي بلاده وبالتالي فقد جعل كلمة الوطن شمولية تمس كل قلب يحن لوطنه وأصله مختارات من لغتنا الجميلة وطن النجوم وطن النجوم أنا هنا حذق أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا يتسلق الأشجار لا ضجرا يحص ولا ونا ويعود بالأخصان يبريها صيوفا أو قنا ويخود في وحل الشتا متهللا متيمنا لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منا أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فختنا حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنى شكرا للمشاهدة من دفع بلبل وisia احسومها لمشهد هنا غلطة smoother أهو على الطواب تحديوه لمشهد جيدا ي عاش الجمال مشردا في الأرض ينشد مسكنا حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطنا زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة فالمرء قد ينسى المسيئة المفتري والمحسنة لكنه مهما سلا هيهات يسل الموطن إليا أبو ماضي الشاعر لبناني والذي عرف بشاعر المهجر وبعد أن استذكرنا الخطبة الملكية سنقوم بالانتقال إلى المعجم والدلان أضف إلى معجمك اللغوي محوري أساسي المنشودة المطلوبة تجسيد تحقيق وازيف الخداع تعيث فسادا تنشر الفساد بعد ذلك سنستخرج الكلمات من المعجم التعايش الوئام الحنيف تحت كير يطيب نفرق في المعنى بين الكلمات التي متشابهة لقظا وبعد ذلك سنعود إلى جذر الكلمات هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته خلال الأسبوع الحادي عشر أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة